بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما ألهمتنا أنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الواهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بواب فضلك ورحمتك وخزائن علمك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة المشاهدون الكرام التجدد معنا بكم اللقاء في الحديث عن العادات الحضرمية في ميزان الشريعة الإسلامية الحديث سبق عن عادات الوفاة ومعروف أن المسلم أنه يستعد لهذا المصير ويهيئ نفسه لهذا المنزل لأنه كما ضال تعالى كل نفس دائقة الموت والإنسان كما قلنا إذا كان يسير مع هذه الجنائز عليها أن يتخذ العظة ويصمت وليتكلم كما سبق الحديث ويتفكر في هذا المصير والناس في حضر موت يعني يتحدثون بعض الناس في كلام ليس له علاقة بالأمور التذكر ولكن العلمة أشغلوهم بذكر الله عز وجل هو خير لهم من الكلام الذي لا فائدة منه فعلى كل الأحوال الناس بعد أن يخرجوا الميت من بيته بالذكر ويمشون مع الجنازة إلى المسجد الذي يصلى عليه فيها بعد ذلك الناس يخرجون به إلى المقبرة ويسيرون أمام الجنازة أو خلفها على خلاف الموجود في المسألة الناس يلقنون الميت قبل أن يلقنوا الميت هناك بمسألة يتباركون الناس في الدفن في الدفنه يتباركون فحتى تسمع يقول لك تباركوا تباركوا بمعنى أن الناس عليهم أن يشتركوا في وضع هذا التراب على أن يفيدوا التراب على هذا الميت والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى رأس القبر ويحتو ثلاثة حثيات في القبر وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وبالتالي الإنسان يعني يكون مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحثو ثلاثة حثيات أو تبارك بأكثر من ذلك فالقصد أنه يعني يكون عمل مشترك بين الناس حتى يعني يقوم بهذه العملية باشتراك وأيضاً هذه الحثيات هي أيضاً فيها أجر عظيم الإنسان يشارك أخوه أخوانه هذا العمل بقى مسألة هناك أيضاً مسألة الناس في حضر موات تتعودها وهي أن يضعون الجريد من النخل على الميت أو على القبر يوضع رأس النخل أو رأس الجريد في أقصى القبر ويكون هناك أعلاه في جهتين من القبر فهذه العادة طبعاً هناك من الناس من استغرب وسأل عن أصلها هل لها في أصل هل لها الحضر موت فعلوا هذا الأمر أمر بأصل من السنة وأنه مجرد عادة من العادات طبعاً هذه المسألة هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال بها جمهور علماء المسلمين الجمهور من الشافعية والحنفية والأحناف وكثير من الصحابة يصون بذلك وخالف في هذه المسألة المالكية قالوا أنه ليس لها أصل وإنما يعني ردوا على ما الأعدلة التي استذل بها العلماء بردود نسيات الحديث عنها لكن علماء الجمهور العلماء استذلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال أنهما يعدبان وما يعدبان عن كبير أما أحدهما فكان لا يستبروا من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فالنبي عليه الصلاة والسلام فأمر عليه الصلاة والسلام بجريد من النخل فشقها نصفين فجعل أحدها في القبر الأول والثانية في القبر الآخر فقالوا ماذا لك يا رسول الله قال على الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة وذكر عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنهما بهذا الفعل وأيضا جاء في حديث آخر عن سيدنا أبو هريرة أنه قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بقبرين وقال ألا تسمعون فقال وتغير وجههم ورعد وقال ألا تسمعون رعد قالوا وشمر عن كفيه أو عن كميه وقال ألا تسمعون قالوا وماذاك يا رسول الله قال إنهم يعدبان إنهم يعدبان وما يعدبان في كبير أي ليس الأمر كبير جدا الذي سبب لهم هذا العذاب أمر بسيط ممكن أن يمتنعوا عنه ولكن نشوف هنا في عقوبات تقدم للإنسان العاصي في الدنيا في القبر قبل الآخرة من هذه العقوبات هذه المعاصي وهو معصية عدم الاستبراء من البول عدم الاستبراء من البول بمعنى يقوم قبل أن يستبرأ بمعنى يطلب البراءة أي انقطاع البول تماما فيقوم وهو لازال البول لازال يخرج منه ولا يعني ينتظر اللحظة حتى يكمل نفسه ويستبرأ وذكر العلم في ذلك أن يتنحنح وأن يقوم ده كان عنده مشكلة أو عنده شيء فالمهم أنه لا يقوم من بوله حتى يتأكد أنهم قد ينقطع البول تماما فمن يقوم ولا زال فيه شيء من هذا فهو ينجس نفسه ويعرض نفسه لسخط الله عز وجل ولعذاب القبر أما حذف كان لا يستبرئه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو قال في رواية كان يؤذي الناس بلسانه ويمشي بالنميمة يؤذي الناس بلسانه ويمشي بالنميمة أدية الناس باللسان بمعنى إنسان إما يكذب وإما يعني يأتي بالألفاظ البذية هذه أذية ويدخل فيه أيضا ما نراه اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي من العبارات السيئة ومن التهجم في حق الناس ومن كتابات الكتابات تقوم الآن مقام الكلام خصوصا لك إذا يعني استخدم الوسيلة لنشرها والنشر الحديث عن الناس من غير تثبت تمام فهذا يؤدي إلى هذا العذاب لا شك لأنه يؤدي الناس بلسانه أو بكتابه يقاس على ذلك وبإمكانه أن يبعد عن ذلك بأنه أمر بسيط كما قالوا هين الأمر هين ابتعد عنه فالإنسان يعني يعدى في قبره لهذا الأمر والنبي قال لا تسمعون يعني كان يخرج الصوت النبي يسمعه هو ما يسمع الصحابة هذا قد يكون عذاب لهذا الإنسان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أو جاء بالجريد جريد النخل فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا فما هي الحكمة في أن هذا الجريد يعني يؤدي إلى أنه يخفف العذاب قال العلماء لأنه يسبح يعني الله سبح وعلى الله سبحانه وتعالى قال قال العلماء بمدام رطبين يبقى يسبحان 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 الله سبحانه وتعالى وتتنزل الرحمة لأن هذا كل شيء يسبح الله عز وجل ويمبن شيء إلي يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهنا تسبيحهم فهذا الشيء يجعل يخفف عنه من عذاب ولهذا العلماء قالوا يقاس على ذلك كل شيء من الرياحين التي توضع على القبور ومن الزهور التي توضع على القبور وغيرها مما يراه اليوم مثلا في كثير من المجتمعات أنهم يأتون بباقات الزهور ويحطونها عند القبور هذا أيضا يقاس على هذا بعض العلماء قاسه على هذا الأمر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويخفف عنه بهما ولهذا العلماء الحلفية قالوا أنه لا يجوز للمسلم أن يزيل إذا كان على القبر شيء من هذه من بقايا هذه الأشجار لا يجوز أن يزيلها لأنه ينتفع بها المسلم وبالتالي إزالتها يحرمه من الانتفاع بها ولهذا العلماء قالوا رأوا أنه لا بد من إبقاها حتى ينتفع بها المسلم ونخرج فاصل ثم نعود إليكم مرة من أخرى عدنا من الفاصل كان الحديث كان الحديث عن عادة من عادات الوفاة تتعلق بوضع الجريد من النخل على القبر وتحدثنا أنه الجمهور استحب هذا الأمر وهناك أيضا خلاف خالف فيه المالكية وبعضهم وقالوا أن هذا لا أصل له ليس له أصل في السنة وأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في البخاري إنما هو أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتعدى غيره وبالتالي لا تكون هذه السنة أو أن التخفيف الذي حصل للذان يعدبان في قبرهما إنما حصل ذلك بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهما هو شفاعته عليه الصلاة والسلام فهو أمر غير متعدي ولكن نحترم هذه الأراء والأقوال والمسألة فيها خلاف كما ذكرنا الآن أيضا عندنا عادة أخرى وهي عادة التلقين للميت عادة بعد أن يدفن وبعد أن يفاض عليه بالتراب والعادة في حضر موت أن يكون للذكر شاهدان ولو أنثى ثلاثة شواهد حتى يعرف إذا أراد أن يدفنون فمن هذه الناحية فعلى كل حوال الحديث في هذا الموضوع سيأتي إن شاء الله ولكن القضية هنا في التلقين العادة أنه يأتي رجل من أهل الخير ويجلس على حجر ولا على كرسي ويأتي بالتلقين يخاطب الميت ويقول له يا عبد الله بالآمة الله أذكر العهد الذي خرجت به من دار الدنيا دار الآخر وهو إشهادة أن لا إله لله وأنه محمد رسول الله وأن الموت حق وأن الدبر حق وأن الملكين حق هذا التلقين المعروف وقال أهل اللغة التلقين هو التفهيم وقال في المعجب التلقين هو أن يلقينه بمعنى أن يعطيه الكلام ويريد له الكلام حتى يجاوب به الملكان هذه المعنى التلقين لكن السؤال هل الميت يسمع؟ هل الميت يسمع من يتكلم فيه؟ هذا طبعا بإجماع علماء الأمة أن الميت يسمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الكفار بعد غزوة بدر في القليل وقالهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ وقد وجدنا ما وعد رب من أحبكم وقال السيد العمر يا رسول الله تخاطب يعني أجساد قد بليت قالوا عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهم يسمعون ولهذا نحن لما ناتي للمقبرة نقول السلام عليكم دار قوما مؤمنون فنحن ناتي بكاف الخطاب أنهم يسمعون ولهذا العلماء أجمعوا أن الميت يسمع وأنه يسمع قعر نعال أصحابه وما جاء في الرواية عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الميت وإذا مات الميت أو إذا دفن الميت فإنه يسمع قعر نعالهم إذا ذهبوا ثم أتاهم الملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك وما نبيك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم إذن هذا يدل على أنهم يسألانه يحتاج إلى إلى أن يجيب وأيضا جاء في الحديث الصحيح قول عليه الصلاة والسلام لنبنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هذا التلقيم بمعنى الترديد أن يردد بعدك هذا الكلام هذه أيضا من الأدلة التي قال بها جمهور العلماء فجمهور العلماء هم مع هذه العادة أنه يسن ويستحب التلقيم لما وردت من هذه الأحاديث وأيضا جاء في رواية أخرى نصها أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود كان عليه الصلاة والسلام دا فرغ من جناز من دفن الميت وقف على شفير القبر وقال استغفروا لأخاكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فإنه الآن يسأل بمعنى مطلوب الآن نجلس حتى فترة من الزمن كما جاء في وصية في وصية أحد الصحابة سيدنا عمر بن العاص أو سيدنا من هذا عمر العاص نعم سيدنا عمر بن العاص في وصيته قال اجلسوا في عدة قبري قدر ما تدبح جزور وتوزع لحمها حتى استأنسوا بكم وأرى ماذا وراجع رسول ربي هذا من وصية سيدنا عمر بن العاص أنه قال اجلسوا في قبري قدر ما تدبح الجزور وتوزع حتى استأنسوا بكم وأرى بماذا وجاوبوا رسول ربي إذن هذا يدين على أنه يسمع هذا الخلاب وخلابه من يجلسون كذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقدنوا موتاكم لا إله إلا الله والموتة حقيقة يطلع على من مات لكن العلماء الذين خالفوا هذا الرأي منهم المالكية قالوا أن المطلوب أو في هذا الحديث موتاكم بمعنى باعتبار ما سيكون أي من سيموت يعني التلقين هذا يكون في حال الحياة ثم هو معروف تلقين الميت الشهادة هذا مطلوب وأن الحديث ورد في هذا وليس له علاقة بما بعد الموت ولكن هو مفهوم على كل أحوال لكن الحقيقة هي أفضل أو أولى من المجاز الحقيقة أنه الميت هو الذي مات وهذا أخذ الجمهور العلماء بهذا المعنى في هذا الحديث لقنوا موتاكم بالتلقين وأيضا ورد حديث آخر دمهور العلماء استدلوا أيضا بحديث أو حديث سيدنا أبي أمام الباهلي الذي أخرجوا لإمام الطبراني قال إذا أنا ميت ففعلوا بي ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أمرنا بي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحد إخوانكم وسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره وليقول يا فلال ابن فلال فإنه يسمعه ولا يجيب وجاء في آخر حديث يقول يقول فإن الملكان يأخذ أحدهما بيد الآخر ويقول ماذا لفعلوا في رجل قد لقنا حجته هذا الحديث أيضا من الحديث الصحيحة قال إما بالحجر إنه حديث صحيح أو حديث صالح الإسناد هذا الحديث حديث الباهلي هو الذي كالعلماء بحضرمات وغيرهم من من يقولون بسنية هذه العادة عادة التلقين أنه دليل أنه يعني يلقن فيجلس على رأس قبره ويقوله يا عبد الله بالآبت الله أذكر العهد الذي خرجته من دار الدنيا إلى دار أخي وشهادة أن لا إله لله وأن محمد رسول الله وأن الموت حق وأن الجنة حق وأن كل بأخبار رسول الله حق فالشاد هنا أنه المسألة تكلم عن العلماء وجاءت فيها حديث صحيحة وكما ذكر إمام الحجر وغيره ولهذا ينتفع به الميت ويسمع ويلقى للحجة وكما جاء في سبقا تحدثنا وكانت وصيط عمر بن العاص أنه قال جلسوا عند قبري حتى استأنسوا بكم وأرى بماذا راجعوا رسول ربي إذن هذه سنة عظيمة وينبغي الإنسان أن يحرص على الخير أولا يجلس ويقرأ هذه الأشياء التي وردت ويضم من المعتاد في حضر موت أن الناس بعد أن يكملون هذا التلقين يقرؤونها سورة ياسين وتبارك والمعوذات لأنه بلا شك المسلم الآن يسمع ويعني يتأثر وتنزل البركات عند قراءة قرآن تنزل البركات وبالتالي هنا فائدة والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح الصلاة والسلام يعني سمى سورة ياسين فيها أجر عظيم وسورة تبارك أيضا تنفع الميت وكل هذا قرآن هو عظيم ينفع الميت فجرت العادة هذه الترتيبات على أساس ما يقوم به الناس فهي لها أصل في الشريعة وثابتة ومع أنه أيضا ينبغي لمن لا يرى أنه هذا مسنون وهو قول لديه أيضا إمام لا ينكر عليه مثلا بعض الناس رأي أنه هذا ليس من السنة فهو عنده حق تبع قول إمام معتمر ممن لا يرون هذا فبالتالي يعني لا ينكر هذا على هذا وعلى على هذا وأيضا من الأشياء الجميلة أنه بعض أهل الخير يعيض الناس ويذكرهم فيه لحظات تذكر ولحظات موعظة ينبغي الإنسان يستفيدها حتى يكون أقرب الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن ويحتاج المسلم أنه في مثل هذه المواطن أن يستفيد وأن يتذكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات ويجعلها خلصا لوجهه الكريم وأنه يحسن عاقبتنا في الأمور كلها ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ويجعلنا من السعداء الدنيا الآخرة ورسل الله على سيد محمد وعلى الأصعب السلام والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر